في خبر آخر لنهر اليوم حيث رفعت هيئة تنظيمية فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية أمس شكوى قضائية لإرغام شركة فيسبوك على بيع تطبيق إنستجرام وواتساب بدعوى الاحتكار أقول وحسب Associated Press تتهم الحكومة الأمريكية و48 ولاية ومنطقة عملقة تواصل الاجتماعي بالإساءة بإساءة تقول استخدام قوته التسويقية في شبكة التواصل الاجتماعي لسحق المنافسين الصغار وتزعم الدعاوي أن فيسبوك يستخدم طرقا مختلفة لعرقلة المنافسين والحفاظ على هيمنته على السوق ما يمكنه من تأمين مليارات دولارات من عائدات الإعلانات المحتملة حسب وسائل أمريكية للإعلام ويؤكد المدعون أقول أن الشركة استخدمت استراتيجيتين لتحقيق ذلك الهدف وهما الاستحواذ على المنافسين المحتملين وخنقي أو سحقي مطوري برامج الكمبيوتر خارج نطاق الشركة حسب موقع الإمارات اليوم وفيسبوك هي أكبر شبكة اجتماعية في العالم لديها 2.7 مليار مستخدم وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 800 مليار دولار